السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة معرفة الحمل بدون تحليل قبل بيانة الأوراد والعلامات التي يمكن من خلالها الاستدلال على احتمالية حدوث الحمل نود الإشارة إلى أن الطريقة الوحيدة لتأكيد حدوث الحمل هي اختبار الحمل ومراجعة الطبيب لإجراء الفحص البدن يفحص الدم إذ يشار إلى أن اختبار الحمل المنزلي قد يظهر في بعض الأحيان نتيجة إجابية خاطقة وفي هذا السيوك يشار إلى أن الأعراض المبكرة للحمل تتفاوت بين إمرأة وأخرى وقد تتفاوت أيضا عند نفس المرأة بين حمل وآخر ونظرا لأن هذه الأعراض كتتشابه مع الأعراض التي قد تعين منها المرأة قبل نزول الدورة الشهرية فقد لا تدرك بعض النساء حدوث الحمل لديهن خلال تلك الفترة ولكن بشكل عام فقد وجد أن معظم النساء يبدأني بالشعور بعلاماته أعراض الحمل المبكر خلال الفترة الممتدة بين الأسبوع الخامس إلى الثامن من الحمل مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تنجم عن عوامل وأسباب أخرى غير الحمل في بعض الأحيان ولكن لا تعني بالضرورة تأكيد حدوث الحمل وفيما يأتي بيان ببعض الأعراض المبكرة للحمل والتي يمكن من خلالها الاستدلال على اهتمالية حدوث الحمل أولا تأخر أو غياب دورة الشهرية يعد تأخر أو غياب الدورة الشهرية أكثر العلامات الشائعة التي قد تدل على اهتمالية حدوث الحمل وخاصة عند النساء اللواتي لديهن دورة شهرية منتظمة ويتتبعنا موعد الدورة الشهرية إذا يدريكنا خلال وقت قصير غياب الدورة الشهرية وذلك على عكس النساء اللواتي يعانين من دورة شهرية غير منتظمة أو لم يحاولنا الحمل خلال تلك الفترة أو لم يتتبعنا موعد الدورة الشهرية المتوقعة فيشار إلى أنهن كان لا يدريكنا تأخر الدورة الشهرية عن موعدها إلا فجأة وبعد فترة زمنية أطول ثانيا الشنجات وتقلصات قد يرافق المراحل المبكرة من الحمل حدوث الشنجات أو تقلصات في منطقة البطن والتي يشار إلى أنها تشابه تلك المرافقة للدورة الشهرية وفي الواقع فإنها غالبا ما يتم القلط بينهما إلا أن التقلصات المرافقة للحمل تمتاز في الحقيقة بكونها خفيفة وتكل تدريجيا بمرور الوقت على عكس تقلصات الدورة الشهرية ويقدر بالذكر أن السبب في حدوث تقلصات الحمل يعز يهزى إلى التصاق البوايدة المخصبة في جدار الرحم بعد حدوث عملية الإخصاء بفترة وجيزة وفي جميع الأحوال فإنه لابد من مراجعة الطبيب عند الشعور بألام شريدة ناجمة عن تشنجات البطن أو إذا كانت تشنجات مصحوبة بنزيف حد أو يرافقها أي أعراض أخرى مصيرة للقلط ثالثا نزيف الإنغراس يرافق عملية إنغراس البوايدة المخصبة في بيطانة الرحم نصف طفيف تلاحظها المرأة على هيئة تبقية خفيف يعرف بنصف الإنخراس ويحدث عادة بين 10 إلى 14 يوم من الإخصاب كما كان يرافقه أيضا حدوث شنجات خفيفة في منطقة البطن وبالإضافة إليه فقد تلاحظ بعد النساء أيضا خروج إفرازات مهبلية بيضاء اللون ويعد ذلك أمرا طبيعيا خلال فترة الحمل يزوشار إلى أن هذه الإفرازات تنجم عن نمو وسماكة بطنة المهبل ثالثا تغيرات في الساديين ويتمثل ذلك بحدوث التغيرات الآتية انتفاخ الساديين أو الحلمتين والشعور بألم فيهما عند اللمس بالإضافة إلى امتلاء الساديين أو الشعور بأنهما أسقل من المعتاد ويعد ذلك إلى التغيرات الهرمونية المرافقة للحمل ويشار إلى أن هذا العرض قد يظهر باكلا وذلك بعد الإسبوع الأول إلى الثاني من الإخصاب مع تغيرات الهرمونية ترجمة نانسي قنقر